دكتور عادل طبيعة الشركات دي هتعرض إيه حيكون موجودة؟ يعني هل مثلاً نتوقع أنه اللي حيزوره المعرض ده يشوف الأجهزة الجديدة مثلاً في الأشعة، في التشخيص الطبي زي ما كان دكتور حسان بيقول فيه شركات طبية أدوية جديدة حيكون فيه إيه في العرض؟ هو لو خلنا الجزء بتاع المعرض، أنا بس عندي جزء إيه حدق ذكرته أنه مصر وجنوب أفريقيا حدق ذكرته لأ جنوب أفريقيا مركز من مراكز المؤتمر الطبية لعليه ومصر نفس الحكاية طبعاً يعني مصر معروفة دايماً مؤتمراتنا في كويتا خاصتنا مختلفة دايماً مؤتمرات مصر مؤتمرات قوية وبيعفد ليه يمكن الفرق النهاردة أو فرق في مؤتمر بكرة نحن بنوجه الجهد كله وبنكثف كل ورش العمل والمؤتمرات على إفريقيا لأن إفريقيا فيها تحديات كبيرة لأن عندنا 40% من وفيات العالم بدأ حدث في إفريقيا 40% من وفيات في أفريقيا بس؟ العالم في إفريقيا 25% من البردن أو من الحمل المرضي في المصر العالم موجود في إفريقيا وفي نفس الوقت قرى مريضة 5% من أطباء العالم موجودين في قرى إفريقيا فعندنا تحديات كبيرة جدا 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 لما جئت الأمم المتحدة وحددت الأهداف التنمية المستدامة وحطت الصحة بندن المرتلاتة حطت محددات معينة إحنا بنينا عليها الفكر بتاعنا في الجلسات الشركات اللي أتعرض حضرتك مش شركات عالمية في مجال التكنولوجيا الطبية ومجال الدوائي كل ما تسمع عنه يعني أسماء مفيش حرج جاء إلكتريك فيليبس كل الشركات موجودة وجاية وبيسعوا سعي حتيس لما يكونوا متوجدين في المعرض لعرض أحدث ما توصل إليه العلم في التكنولوجيا الطبية وتقديمه للقرق في الخير إحنا بنسعى أن مصد تبقى الحظ أو تبقى المحوى المركز الأساسي تنتقل منه التكنولوجيا الطبية وتنتقل منه التعليم المستمر والتدريب ورفع الكفاءات كل ده يبقى من خلالنا بإذن الله يعني نقدر ننجح في هذا بإذن الله